قال مسؤول مطلع لوكالة انباء الطلبة الايرانية اسنا ان طهران توقفت رسميا عن التقيود ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وذكر مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الايرانية ان الاجراء جاء استجابة لامر من مجلس الامن القومي الايراني تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة من دحر ميليشيات الحوثي من مدينة قعتب شمال محافظة الضالع وسط البلاد بالكامل واجبارها على التراجع الى منطقتين معزوب والفامر وذلك بعد معركة عنيفة وخاطفة تمكنت خلالها قوات الشرعية من اخراج الانقلابيين من المدينة حيث قتل 97 حوثيا وتم اسر 120 اخرين من بينهم قيادات اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اثر محادثات اجرها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي ان الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على سبل للمضي قدما نحو حل سياسي في سوريا وصرح بومبيو للصحفيين في مطار سوتشي قبيل مغادرته المنتجع الروسي بانه اجر مع بوتين محادثات بناءة للغاية حول السبل الواجب سلوكها في سوريا والامور التي يمكننا القيام بها معا حيث لدينا مجموعة من المصالح المشتركة حول كيفية دفع الحل السياسي قدما طمعن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى ان الحرب التجارية المتصاعدة حدتها بين بلاده والصين ما هي سوى شجار صغير مؤكدا انه ما زال بامكان البلدين التوصل لاتفاق يضع حدا لها وقال ترامب قبيل مغادرته واشنطن الى لويزيارة ان الصينيين يريدون ابرام اتفاق هذا امر يمكن القيام به ترجمة نانسي قنقر